اشتركوا في القناة من الاتنين او او الاتنين يعني مصممة عشان تشيل اما احمال رقصية او احمال رقصية واحمال جانبية العمدة مصممة عشان تشيل احمال رقصية فقط او احمال رقصية واحمال جانبية الاتنين معا حتت بقى من انا عرض العمود لحمل جانبي فقط ده خطر جدا 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 لأن كفاءة العمود بتزيد لما يكون عندي تعني اتكلم كده بالراحة مع بعضنا لما يكون عندي عمود معرض لأحمال جانبية ومعلاش أحمال رأسية بيبقى كفاءة العمود ده قليلة جدا 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 بعكس لما تكون العمود معرض لأحمال جانبية ورأسية الأحمال الرأسية نفسها يعني لو حد فيكم بيشتغل عسية السايكولم ويعرض العنصر أو العمود درب انت كده اعمل أي عمود عسية السايكولم وعرضوا لأحمال جانبية تمام ومرة واحدة وشوف العزوم اللي هتطلع عندك على العمود ومرة واحدة حط أحمال رأسية بجانب الأحمال الجانبية يعني انت الأول عرض الأحمال الجانبية فقط وما تحطش أي أحمال رأسية خلي مثلا أحمال البلاطات بسفر على الإتاب مثلا خلي أحمال البلاطات كلها بسفر هتلاقي ان العمود معرض لكمية مومنت فضيعة جرب بقى انك تحط الأحمال الرأسية الأحمال الرأسية زي بالبلد كده بتعمل ضغط على العمود أو بتجمس العمود بحيث ان هو يقدر يقاوم أكتر اللي هو اللي استفنس بتاعته يزيد أكتر في مقاومة الأحمال الجانبية فبتلاقي المومنت سبحان الله قل يبقى ده الأحمال اللي بتقعه على الأعمة أحمال رأسية والأحمال الرأسية دي زي ما قلت لكم نتيجة life load و dead load والأحمال الجانبية نتيجة أحمال الرياح أو الزلازل مش هو الزلازل أحمال الرياح أو الزلازل لأن القد المصري كان صريحة أو في الحتة دي قالك اذا كنت انت هتصمم العمود على احمال لاترالود يا اما احمال رياح يا اما احمال زلازل يعني انت دلوقتي وليكن عندك منشأ صممته على احمال الزلازل وطلح سيف طب انت واحدة يرد علي ويقول لي طب بش مهندس طب ما ممكن احماء الرياح تجي مع الزلازل وطبعا المنشأ هيطلع عن صيف وهينهار هقول له حظك كده بقى يعني ما مش يعني هو هو ده نحس لان القود يعني لان انت لو حطيت احمال رياح واحمال زلازل اللي اتنين مع بعض وركزتوهم على المنشأ هيطلع عندك كمية تسليح في العمود كبيرة جدا والتصميم في الحالة دي هيبقى غير اقتصادي بالمر القود كان صارع في الحتة دي يا اما احمال رياح يا اما احمال زلازل لو قامت بقى عاصفة مع زلزال اللي اتنين مع بعض يبقى ده نحس يبقى دي مش مشكلة الكود ولا مشكلة الهندس اصلا طيب الاحمال دي بتأثر على المنشأ ازاي او بتأثر على العمود ازاي اولا الاحمال دي بتعمل انواع من الاجهادات رقم واحد اجهادات الضغط الاجهادات دي اجهادات الضغط دي نتيجة الاحمال الرقصية حمل رقصي مركز على العمود بيعمل اجهاد ضغط او اجهادات الشد المحور نتيجة احمال الشد المحور زي ما نشوف مع بعضين او اجهادات الشد نتيجة العزوم العزوم دي اللي هي نتيجة الاحمال الجانبية زي احمال الرياح احمال الزلازل وحاجة تانية مهمة جدا لمركزية الاحمال الرقصية على الاعمل زي ما نشوف مع بعضين واجهادات الانكماش اللي هي لو العمود الشرينكيج لو العمود مفيش تسليح ودي بتبقى مش موجودة لو العمود فيه تسليح طيب ما حطت تسليح على البرامتر بتاع العمود اجهادات الانكماش ما بتبقاش موجودة خالص بتعونا نبدأ نتكلم مع بعضينا عن اول حاجة عندنا اللي هي اجهادات الضغط الاحمال الرقصية الاحمال الرقصية اللي هي الاحمال الحية او الاحمال الميت اللي هي دي البلاطة بتاعتي عليها ناس ناس عايشين عليها والبلاطة نفسها لها وزن زي احمال التشطيب كل ده احمال حية واحمال ميت الاحمال دي بتوزع على البلاطة وبتروح على العمود ده والعمود ده. والعمود ده. والعمود ده. بتروح كحملة مركز على العمود. الحمل المركز على العمود بيبقى بالشكل ده اهو. بيعمل حاجة اسمى اجهادات ضغط. نتيجة الاحمال الرأسية. في حمل ضغط بيضغط العمود من فوق بالشكل زي ما انتم شايفين كده. اجهادات الضغط دي اللي بيقومها في الاساس الخرصانة مش الحديد. اجهادات الضغط في الاساس اللي بيقومها واللي بيتغلب عليها اه البتاع الخرصانة مش الحديد. طب فيه ناس تقول لي طب احنا لو 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 المنشئ عندي معلاش احمال زلازل يعني لو كان دورين تلاتة او اربحت دوار معلاش مسلا احمال زلازل او احمر رياح يبقى كل الاجهادات اللي عليه والقمرات كلها مركزة على الاعمة دي. يعني مفيش لها مركزية للقمرات على الاعمة. اه اه فين اللوتر اللوت اللي جاي او المومنت اللي جاي على الاعمة دي. هقول له كل الاحمال اللي عندك احمال رأسية. هيقول لي خلاص. اه اه بناء عليه مش هينفع احط اه اه حديد في الاعمة. اقول له لا غلط تماما وهناعرف الكلام ده قدام له. لان الحديد في الاعمة ده مش عشان يقاوم الشد بس. او مش عشان يقاوم اجهادات الشد بس. ده ده الحديد في الاعمة ده ليه سبب تاني اهم من هو يقاوم اجهادات الشد بس. انه هو يمنع لي الصدى اللي هو الا الا. الانهيار المفاجئ للعناصر الانشئية. تخيل انت عندك عمود. والعمود ده ما فيش حديد. والعمود ده اتعرض لاح. ما لدرجة انه خلاص هيتقصر. او المنشأ هيقح. ما فيش حديد. فتلاقي المنشأ في ثواني انهار. بخلاف انه لو كان في حديد. الحديد يقدر يقاوم بقى اجهادات شد. اه يقدر يقاوم اه انهيار مفاجئ. فتبدأ تلاحظ شروخ في المنشأ بتاعك. قبل ما يكون في انهيار تقدر تلحق المنشأ بتاعك او تعمل له ريفير. بده نشوف الكلام ده مع بعضينا ونعيد الكلام ده مع بعض. ده بالنسبة لاجهادات الضغط. اجهادات الشد المحوري نتيجة احمال الشد المحوري. اللي هو زي ما حضرتك شايف كده. اه 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 شد شد من هنا شد من هنا. اه في الحالة دي العنصر يعني مسمى الضغط بتاعهم ببقاش كولم. لا بيبقى طاي منبر اه عنصر رابط طاي منبر اه بيحمل شد من هنا كده. وبيحمل شد من هنا كده. البطل في الموضوع بقى البطل في العنصر وانشائي في الحالة دي بيبقى الحديد. مش الخرصانة. الخرصانة في اجهادات الشد يعتبر اشرة في المية من تحملها الاجهادات الضغط. يعني لو بتتحمل اجهادات ضغط بميتين وخمسين كيلو جرام على سنتيمتر وتربيع. يبقى بتتحمل شد خمسة وعشرين. خمسة وعشرين كيلو. تمام? اه اللي هي عشرة في المية يعني. اه ودي الحالة وحيدة. يعني انت قبل كده قبلك كزا سؤال اه امت بنحط او اه الحدادة في العمود ليه بتبقى على البرامطر? احنا دايما حفظين وفاهمين ان دايما العمود العمود ان دايما الحدادة بتاعته بتبقى على المحيط بتاع العمود. ما يجيش واحد غبي وحطيلي السيخ في قلب العمود من جوه. في قلب العمود في اللي هي في المنتصف يعني في منتصف القطاع. زي كده. الحدادة بتبقى على العمود من برا من هنا كده. او بتبقى هنا من من هنا كده. ما فيش حد بقى يحطيلي الحدادة هنا كده. اه 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 عايز اقول لك وفاجأك بمعلومة ان ينفح تحط الحدادة في قلب العمود. في في حالة او حالتين من ضمنهم الحالة دي ان العمود يبقى طيب ان بر. شغل ك CANPAR انصر شد اا كعونسر رابط آآ عليها احمال شد محوري. في الحالة دي من الافضل انك تحط الحدادة قوة العمود. وطبعا خارج العمود عشان الشرينكدز. آآ الحالة دي الوحيدة اللي ممكن تحط الحدادة فيها داخل العمود. دي اسمها ايجادات الشد المحوري نتيجة احمال الشد المحوري. نتاعها نشوف الحاجة التانية كده. الاحمال الجانبية او اللطرة اللوت. احمال الزلازل او احمال الرياح. انت عندك منشأ. المنشأ ده واقف اهو. اه تعرض لاحمال اه زلازل او احمال الرياح. احمال الزلازل تقدر تقول اه شبيهة الى حد ما مش مش زيها بالضبط بس شبيهة الى حد ما اه باحمال الرياح. احمال الرياح لما بتجي تضرب المنشأ بتضرب المنشأ كده اهو. تضرب المنشأ كده. طبعا ما بتضربوش عند البلطات. لا بتضربوا على كامل الدور بس احنا بنركز الاحمال عند البلطات ده عشان نعرف نعمل نعرف نعمل تحليل للاحمال ونقدر نجيب الاجارات الواقع على الاعمال. تمام? اه اه تقدر تتخيل معي ان احمال الزلازل برضو بنفس الشكل. احمال جانبية بتضرب المنشأ من على جنب. طب لما تضرب المنشأ من على جنب تقدر تعمل في العمود اه اه نفس الشكل اللي حضرتك شايفو ده كده. العمود واقفة اهو اه احمال جانبية اثرت عليه كده فعملت العمود كده. اه ده يؤدل ايه? يؤدل ظهور مومنت او عزوم على العمود بالشكل ده. يبقى كده العمود معرض لحملة جانبي ادى لظهور اه مومنت عليه. طبعا المومنت ده زي ما احنا عرفنا قبل كده بتاخده بتدخله في المعادلات عشان تشوف الحديد اللي هيقوم المومنت ده اد ايه? دي حاجة اه طبيعية جدا في التصميم. تمام? ده بالنسبة للاطر اللود واحمال الزلازل او احمال الرياح. الحاجة الاخيرة بقى اللي عايز اتكلم عليها بالنسبة للأحمال اللي بتأثر على العمود اه اجهادات شد نتيجة العزوم. طبعا احنا اخدنا اجهادات شد نتيجة العزوم نتيجة احمال الزلازل والرياح. المرة دي بقى نتيجة ايه? نتيجة لا مركزية الاحمال الرقصية على الاعمد. انت تخيل عندك ان انت اعمل صوباعك كده موقفة وحاطت عليه حمل من فوق. الحمل يعني تخيل انت مسلا العمود اهو. العمود نفسه عليه حمل من فوق. الحمل ده مش نازل على السنتر بتاع العمود بالزبط. مش نازل على السنتر بتاع العمود. لا نازل على الحرف بتاعه. فهيخلي العمود يحصل له انبعاج بالشكل ده. تمام? هتقول لي يا باش مهندس هو اي عمود ممكن يحصل له الكلام ده? لا اولا اتعرف الكلام ده في المحاضرة الجاية. ان مش كل العمدان بيحصل لها انبعاج نتيجة الاحمال الرقصية اللا مركزية على العمود. واحدة يقول لي تمهوارد يعني ان انا مش لازم انا سنتر القمرة ده بالعكس. احنا كل منشآت اللي بنشوفها القمرة ما بتبقاش في السنتر بتاع العمود بالزبط. القمرة ما بتبقاش في السنتر بتاع العمود بالزبط. زي ايه? زي كده مسلا. اهي. القمرة اهي. اللي هي باللون ده. مش في سنتر يعني مش هنا كده. لا ده بالعكس في طرف العمود. وهنا القمرة دي في طرف العمود. فبالتالي القمرة دي ممكن تعملي بعجل العمود. واحنا ما بنشوفش الكلام ده وما بنصممش كده بالكلام ده انت كلام اقوله لا هقول لك ان الكلام ده بيحصل فعليا في حاجة اسمها اللونجو كولم واللونجو كولم ترجمتها الاعمدة النحيفة الاعمدة النحيفة الشرطة كولم اللي انت بتشوفها في المنشآت السكنية العادية مهما كان الاحمال او القمرات رمي على العمود بشكل غير مركزي ما بتقديش عزوم اضافية على العمود بتاعه لان ده شرطة كولم وهنعرف الفرق وليه ده بيعمل لا مركزية الاحمالة على الاعمدة بتعمل وهنعرف ليه في الشرطة كولم لا مركزية الاحمالة على الاعمدة بتعمل اه المهم اللي انا عايز اكتب فيها مو دلوقت اعتبر العمود اللي قدامك ده عمود نحيف وانت اثرت عليه بحمل رأسي الحمل الرأسي ده ما كانش في السنتر بتاع العمود فبالتالي هيعمل انبعاج للعمود زي ما مسلا بتجيب مسلا ايه اه اه حتة حاجة نحيفة كده سيخ وتدوس عليها من فوق بتلاقي العمود حصله بتلاقي الحاجة دي السيخ ده مسلا اول حاجة دي حصل لها باكلنج انبعاج طيب تعال نشوف نتكلم اكتر عن الادشن المومنت ده او اللا مركزية دي ونشوفها بتحصل ازاي الكود بيقولك تعتبر الاحمال مركزية على الاعمدة مركزية انا بقول اوه مركزية على الاعمدة عندما يكون تأثير هذه الاحمال عند مركز قطاع العمود او خلينا الاول الجملة اللي قبل اوه خلينا الاول اللي هي الجملة دي تعتبر الاحمال مركزية على الاعمدة عندما يكون تأثير هذه الاحمال عند مركز قطاع العمود فالمركز قطاع العمود ده العمود اهو اللي بالرصص ده 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 كده بالزبط يبقى الاحمال في الحالة دي اسمها احمال مركزية او او انت بقى او يقل مقدار الليها مركزية للاحمال المأخوزة في حساب القطاع عن القيمة الاكبر من خمسة في المية من بعد قطاع العمود اللي هو الاي دي او الاي دي يعني انت تروح تجيب الاي واحد اللي هي دي بتسوي ايه خمسة من مية في التي وتروح تجيب الاي اتنين اللي هي دي خمسة من مية في البي هيدك نقطة النقطة دي اللي هي دي طبعا او هنا كده او هنا كده او هنا كده تمام تروح تجيب اي واحد اللي هي اي دي اي واحد بتسوي ايه اللي هي تي في خمسة في المية واي اتنين اللي هي بي في الخمسة في المية اعطتك نقطة هنا النقطة دي اللي هي النقطة دي او النقطة دي او النقطة دي حوالين مساحة امنة اقدر اقولك ان دي مساحة امنة حوالين السنتر العمود او اتنين سنتي الاكبر من الاتنين دول يعني اما اتنين سنتي اما خمسة في المية من مساحة قطاع العمود تقدر تعمل انت مستطيل حوالين سنتر العمود دي اسمها المساحة الامنة دي تعتبر اعتبارها سنتر للعمود برد لو الأحمال خرجت برد يعني مثلا وليكن تعالوا كده نرسم نرسم مستطيل بالشكل ده نبدأوا من هنا كده مثلا اهو ده مستطيل اهو تمام النقطة دي هي النقطة دي وهي النقطة دي وهي النقطة دي اللي هي اي واحد واي اثناء الأحمال لو هنا كده لا هنا كده بقى يبقى مش مركز على العمود طول ما الأحمال في السنتر هنا كده او في خلال المستطيل اللازرق بتاعنا ده يبقى الأحمال كده بتعتبر مركزية على العمود او مركزة على العمود تاني احنا بنقول ان الأحمال تعتبر مركزة على العمود لما يكون الاحمال دي وقع في السنتر بتاع العمود بالزبط او وقع في خلال خمسة في المية من بعد العمود في الاتجاهين او اثنين سنطة ايوما اكبر لو الاحمال دي وقع في المنطقة دي يبقى ما بتعمل ليش وانحنا خلاص اتفقنا ان العمود اللي عندي ممكن يحصل عليها يعني العمود اللي عندي تمام لو الاحمال برا الزون دي برا المنطقة دي ما بتعملش مستحيل تعمل اديشنال مومنت على تمام دي كتنعظم او كل الاجهادات اللي بتأثر على الاعمدة عندي اجهادات تانية بتأثر على الاعمدة او بتأثر على المنشآت الخرصانية بواجه عام زي مثلا اجهادات الانكماش ولما يكون عندي اجهادات نتيجة الحروق الحرائق حرائق طبعا ضخمة الحاجات دي كلها حاجات سانوية انا اتكلمتكم في الاساسي اللي يفيدك كمصمم ويفيدك اكتر كمهندس تنفيذ الحاجات دي مش انت بتقول بقى انا هشتغل تنفيذ فالحاجات دي مش هيهتم بيها او مليش دعوة لا لازم انتو كنعارف الحاجات دي كويس جدا 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 لان ده عصب التنفيذ ده عصب التنفيذ والباكلنج والاديشنال مومنت ليه علاقة كبيرة جدا بالتنفيذ زي ما هنشوف مع بعضنا بعد كده اثناء الصب بنعمل احتياطاتنا ازاي عشان نقاوم الباكلنج نتيجة ارتفاع الاعمدة ان شاء الله المحاضرة الجاية هنبدأ نتكلم على بتاع الاعمدة هنتكلم على الانواع الاعمدة هنتكلم هنعرف يعني ايه شورته قولم وزي نفرق بياناتهم هنعرف يعني ايه وازاي برضو نفرق بياناتها ونعرف ده من ده الحلقة الجاية ممكن تبقى خلاص يعني ممكن تبقى اه كلها مسائل شوية بس هتبقى مفيدة جدا لازم انتبقى عارفها اه تابعوني شكرا ونصر ورحمة الله وبركاته